اشتركوا في القناة لا شك أن قناة الجزيرة منذ تأسيسها قبل عدة سنوات اعتمدت على أسس معينة في أهدافها وفي رسالتها وكان من بين أهداف قناة الجزيرة تقويض الشعوب بعضها ببعض وتفتيت اللحمة الخليجية وتشكيك الشعوب بحكوماتها وخاصة في المنطقة الخليجية وبعض المناطق العربية كمصر وأعتقد أن هذا اتضح للجمهور والرأي العام في المنطقة الخليجية على أن قناة الجزيرة تحاول الدس في كثير من أخبارها وبرامجها سواء كان برامجها السياسية أو برامجها الثقافية والمجتمعية وتبين الحقيقة في المملكة العربية السعودية مدى دناءة هذه القناة ومدى الحقيقة تفاهتها فيما يعنى بالمجال الإعلامي والحقيقة تحاول قناة الجزيرة تقييض أيضا المصالحة السعودية القطرية كل هذا يجب الحقيقة التنبو له خاصة أن بؤرة قناة الجزيرة استحوذت على كثير من المشردين ممن سلبت جنسياتهم في المناطق العربية كل ذلك الحقيقة استقطبت بعض هؤلاء الذين اشتهروا في حساباتهم الشخصية من خلال تقديمهم ببعض البرامج في قناة الجزيرة بالإساءة والنيل من المملكة العربية السعودية أو حتى أيضا من دول الخليج كالكويت والبحرين وعمان والإمارات مجتمعة في كثير من قضاياهم يحاولون قدر ما يستطيعون الزج بالشعوب الآمنة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج بحيث أن يكون هناك تناقض في الرأي وكذلك أيضا استفزازاتهم وقد عرف سلة من منتسب قناة الجزيرة أنهم يحاولون قدر ما يستطيعون أن يجرون الشعوب من خلال حساباتهم سواء كان في تويتر أو في غيره أنا أعتقد أن قناة الجزيرة يجب إعادة النظر في تواجدها في المنطقة الخليجية إلا أن يكون نتمنى طردها من المنطقة الخليجية وعبثها ويجب الحقيقة فضحها في جميع القنوات العربية والخليجية نعم الكاتب والوحالي السياسي أحمد الركبان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر